السلام عليكم موضوع اليوم هو المرجاح من نوع JK JK Flip Flop المرجاح من نوع JK هو نسخة معدلة من المرجاح SR بحيث يحتوي على تغذية راجعة إضافية من المخرج QT لتعطم على المدخل K وإشارة التوقيت على Ant Gate ومن المخرج NUT QFT لتعطم على المدخل J وإشارة التوقيت على ال Ant Gate الأخرى يتميز المرجاح من نوع JK عن المرجاح من نوع SR بكونه يقبل حالة واحد على مدخله معا أي أنه يحل مشكلة الحالة الغير محددة أو الغير معرفة في المرجاح من نوع SR في حال JK 00 أي لدينا هنا 0 وهنا 0 فإن دارة المرجاح لا تختلف عن المرجاح SR أي أن المرجاح سيكون في حالة التخزين QFT plus 1 تساوي QFT أي هنا 0 وهنا 1 وفي الحالتين 0 و1 أي إذا كانت J0 وK1 هنا لدينا 0 الآن إذا كانت QFT 0 فإننا سنحصل هنا على 0 أي أن المرجاح سيبقى في حالة التخزين من 0 إلى 0 وإذا كانت QFT 1 أي هنا 1 وهنا 0 فإننا سنحصل هنا على 1 وهنا على 0 1-0 في الدارة الأساسية في المرجاح هي حالة reset أي أن الحال القادم ستكون 0 وإذا كانت J وK1 هنا 1 وهنا 0 فإذا كانت QFT 0 فإننا سنحصل هنا على 0 وهنا على 1 وهذه الحالة مناظرة لـ S-R و S-01 S-State أي أن الحال القادم ستكون 1 وإذا كانت QFT 1 أي هنا لدينا 1 وهنا 0 فإننا سنحصل هنا على 0 وهنا على 0 Store State أي أن المرجاح يبقى في حالة الـ 1 لحد الآن هذه الحالات مناظرة للحالات في المرجاح من نوع S-R Store Reset Set الآن سنتتبع الحالتين 1-1 إذا كانت QFT 0 فإننا نحصل هنا على 0 وهنا على 1 وهذه الحالة مناظرة للحالة R0 S-1 Set أي أن QFT plus 1 تساوي 1 وإذا كانت QFT 1 هنا لدينا 1 0 فإننا سنحصل هنا على 0 وهنا على 1 وهذه الحالة هي Reset إذا اعتبرنا هنا R وهنا S أي أن الحالة التالية ستكون 0 أي أن الحالة غير محددة أو الغير معرفة في المرجاح من نوع S-R قد حلت كما تلاحظ إذا كانت J-K تساوي 1-1 فإن QFT plus 1 تساوي Not QFT Store Compliment وبهذا فإن المرجاح من نوع J-K يعمل تماماً المرجاح من نوع S-R في الحالات الأولى Store Reset Set أما في حالة وجود المداخل 1-1 فإنه يعكس حال تخزينه فإذا كانت QFT تساوي 0 فإنها في المرحلة التالية ستصبح 1 وإذا كانت 1 فإنها ستصبح 0 جد والحال المختصر المرجاح من نوع J-K هو كما يلي إذا كانت J-K 0 فإن QFT plus 1 تساوي QFT وإذا كانت 0 1 فإن QFT plus 1 تساوي 0 Reset وإذا كانت J-K 1 0 فإن QFT plus 1 تساوي 1 Set أما إذا كانت J-K تساوي 1-1 فإن QFT plus 1 تساوي Not QFT Store Compliment والحصول على المعادلة المميز للمرجاح من نوع J-K يمكن استعاني بخارطة كارنو QFT plus 1 تساوي 1 في هذه الحالات أي عند المنتيمس 1 4 5 6 وفي بقية الحالات 0 والتالي فإن QFT plus 1 تساوي يمكن تجميح هذين المربعين مع بعض في J Not QFT Or وهذين المربعين مع بعض في نطق QFT هذه هي المعادلة المميز للمرجاح من نوع J-K characteristic equation ومن جدول الحقيقة وجدول الحال للمرجاح من نوع J-K يمكن حصول على مخطط الحالة يقع المرجاح في إحدى الحالتين إما 0 أو 1 إذا كان في الحالة 0 وJK 00 فإنه يبقى في نفس الحالة 0 0 هنا الترتيب J-K وإذا كان في الحالة 1 وJK 00 فإنه يبقى في نفس الحالة كذلك عند 0 0 وعند J-K 01 فإذا كان المرجاح في الحالة 0 فإنه يبقى في الحالة 0 أي عند 0 1 كذلك وإذا كان في الحالي واحد فأنه ينتقل إلى الحالي صفر هذه الحالي عند صفر واحد وإذا كان جيكي واحد صفر فإذا كان المرجع في الحالي صفر فأنه ينتقل إلى الحالي واحد عند واحد صفر وإذا كان في الحالي واحد فأنه يبقى في نفس الحالي واحد أي هنا كذلك واحد صفر الحال الأخيري واحد واحد إذا كان في الحالي صفر فأنه ينتقل إلى واحد عند واحد واحد وإذا كان في الحالة واحد فأنه ينتقل للحالة صفر كذلك عند واحد واحد وبهذا نكون قد حصلنا على مخطط الحالة للمرجاح من نوع JK الحالة الغير معرفة التي كانت موجودة في المرجاح من نوع SR لم تعد موجودة في المرجاح من نوع JK باختصار يعمل مرجاح من نوع JK تماما كالمرجاح من نوع SR عند المداخل JK 00 Store أي أن QFT Plus One تساوي QFT عند المداخل 01 Reset أي أن QFT Plus One تساوي 0 عند المداخل 10 Set أي أن QFT Plus One تساوي 1 عند المداخل 11 Store Complement أي أن QFT Plus One تساوي Not QFT استخدم المرجاح من نوع JK في تصميم العديد من دوار المنطقية المتسلسلة مثل العدادات المسجلات وغيرها شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة